المنير في النشاط العلمي للسنة الرابعة ابتدائي اليوم لدينا حصة سادسة من الوحدة الثالثة الدروس التي سبق لنا في هذا الكتاب هي ابتداء من الوحدة الثانية أما الدروس الوحدة الأولى لم ننجزها بعد وسنعود إليها لاحقا إذن تبعنا الموسم الدراسي إذن الآن نحن في الوحدة الثالثة مع الدرس السادس أو الحصة السادسة حول موضوع التكاتر عند النباتات واحد إذن لدينا التكاتر عند النباتات جوج إذن التكاتر عند النباتات واحد موجود في الصفحة 45 و46 من كتاب المنير إذن ننتقل مباشرة إلى الصفحة 45 إذن هدف هذه الحصة أن يصف المتعلم التكاتر عند النباتات بالإفتسال ثم أن يصف التكاتر عند النباتات بواسطة الضرمات إذن نبدأ بألاحظ وأتساءل إذن هنا لدينا الصورة الأولى هذه الصورة تعبر عن الإفتسال وهذه الصورة تعبر عن الدرنة إذن هذه هي الدرنة هذه الدرنة للبطاطس نعم إذن هنا هذه الدرنة تكون مبارعة إذن يتيم غرصها سوف نرى في هذه الحصة التي تعطينا بطبيعة الحال نبتة جديدة دي البطاطس هنا الإفتسال الإفتسال هنا نقطع مثلا هذه ربما دي القرع نبتة القرع على ما أعتقد أنها نبتة القرع نأخذها من النبتة الأم ومن بعد نضعها في إناء من الماء حتى تنبيت الجذر وبعد ذلك يتم وضعها في قص مثل هذا القص وبعد ذلك يتم غرصها في الأرض إذن هذا ما نحظناه في هذه الصورة إذن ننتقل بطبيعة الحال التساؤل إذن هنا تتكاتر جل النباتات عن طريق البضو جل جل ليس كل جل لا يعني كل جزء من كل جزء من كل نعم وبعضها يمكن أن يتكاتر بطرق أخرى نحن التكاتر بالبضور نحن نعرفه نحن نعرفه نحن نعرفه تكاتر بالبضور يعني أن مثلا نأخذنا نبتة زهري أن الزهرة أن الزهرة النبتة تخرج الزهرة أو الزهرة تتحول إلى ثمارة 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 بداخلها بضور وتسقط البضرة في الأرض وتنبتة جديدة تتحول إلى كبيرة وهكذا نسميناها دورة حياة النبات تتحول إلى اليوم كيف أو لا ما هي الطرق التي الأخرى للتكاتر نحن نعرفه التكاتر عن طريق البضور هذا أصبح واضحا ومفهوما إذن ما هي الطرق الأخرى للتكاتر عند بعض النباتة نعم ما هي الطرق الأخرى للتكاتر عند بعض النباتات ليس كل النباتات عند بعض النباتات هذا هو السؤال المطروح إذن ما سوف نفترضه بطبيعة الحال داخل القسم يمكن الأستاذ أن يطرح هذا السؤال على المتعلمين ثم يقوم بعصر ذهني أو زوبة ذهنية لكي يعبر المتعلمون عن توجهاتهم وعن تصوراتهم فيما يخص الإجابة عن هذا السؤال إذن ما يمكننا أن نضعه كافتراض الافتراض يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون خطئا ولكن نفترضه إذن نفترضه بأن يمكننا استعمله الدرانات مثل البطاطيس مثلا إذا كان الأمر يتعلق البطاطيس يمكن استعمال الدرانات يتم غرصها ثم تنبيته لأنها نبتة جديدة للبطاطيس هذا هو إحتمال إحتمال الثاني يمكن أن نستعمله الفسيلات يعني نقطع جزءا مثلا من شجرة التين أو شجرة الموز مثلا شجرة الموز هل الموز به بودور؟ لا لا يوجد بودور إذن لا يوجد بودور إذن لا يوجد بودور إذن لا يوجد حل للتكاتر لكي تستمر هذه الفاكهة إذن ما نفعله؟ إذن نأخذ جزء من شجرة أو نبتة الموز ثم نضعها في التربة بعد أن تنمي الجدور نضعها في الماء لتنمي الجدور هذه العملية تسمى بالافتسال سنتطرق إليها إذن هنا قد نقوله ما نقوله؟ استعمال الضرانات أو الافتسال هدوة 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 افتراض إذن ننتقل إلى الإنجاز لكي نتأكد من افتراضنا النشاط واحد تعتبر درانة البطاطس ثاقا تحت أرضية وتمثل الرسوم مراحل تكاتر البطاطس سؤال ألف أرتب الرسوم حسب تسلسلها الزمني باستعمال الأرقام من واحد إلى أربعة إذن هذه دورة حياة البطاطس هذه هي رقم واحد هي عبارة عن درانة لديها برعوم وهذا البرعوم هو الذي ينبوت نعم هذا البرعوم وهنا واحد المعلومة هذا البرعوم يخرج لنا النبتة لحوال أعلى والجذور نحوال أسفل ولهذا إذا قمنا بطاطا إذا أخذنا واحد يعني نعم واحد حب من البطاطا وقد قمنا بها في التربة ولكن هي ليست بها برعوم وممكن أن لا تنبوت لأننا لا بد أن ننتظر في اللحن ما يفعله؟ يجعل واحد تخرج هذا البرعوم لأنها تكون مواجدة لأنها تنبت لأنها تثبت لأنها تثبت لأنها تثبت في الأرض إذن هذه هي رقم جوج كما هنا إذن نبتة العطل والجذور تثبت هذه نبتة بطبيعة الحال وهذه رقم أربعة هي النبتة البالغة كما تسمى في دورة حياة كل نبتة السؤال ما هو الجزء ما هو جزء الضرنة الذي ينمو ويتحول إلى سق وأوراق خضراء برعوم نعم إذن هو البرعوم هو شيء يتحول إلى سق فقط يتحول إلى سق وجذر إذن البرعوم ما هو جزء الضرنة الذي يعطي ضرنة جديدة؟ برعوم جزء الضرنة إذن الذي يعطي ضررنة جديدة هو الجذور ولكن الجذور بالحق خرج من برعوم السؤال كيف يمكن الحصول على عدد كبير من ضررنة البطاطس؟ إذن كيف يمكن الحصول على ضررنة كثيرة؟ كيف يمكن الحصول على عدد كبير من ضررنة البطاطس؟ يعني بزرع ماذا؟ ضررنة واحدة ضررنة واحدة ينتج عنه وينتج عنها عدد كبير من ضررنة البطاطس عدد كبير من ضررنة البطاطس بطاطس هذا من جهة أخرى ماذا يفعلون المزارعون؟ ماذا يفعلون؟ كي يأخذوا واحدة ضررنة مثلا لأخذنا هذه ضرررنة هذه ضرررنة يقسمها بهذه الطريقة وهنا عوض لا يزرعون واحدة ضرررنة واحدة يزرعون ربعة لأن كل واحدة لديها برعوم وبالتالي هنا يربحون حتى الضررنة التي هي ضررنة التي ستعطينا ضررنة أخرى ستعطينا نباتات أخرى إذن هنا يقسمها ويزرعون هذه تعطي نباتات وهذه نباتات كل ضررنة يمكنها تخرج أكثر من نباتات أو نباتاتين أو ثلاثة إلى آخر النشاط الثاني النشاط الثاني للحصول على نبيتات نبيتات من شجرة الزيتون يتبع الفلاح طريقة الإفتسال إذن هي اللي اترقنا عليها في البداية المبينة في الصورة الآتية هي رقنا في الصفحة المولية غرس غرس أكتب تحت كل صورة الاسم المناسب من بين ما يلي غرس الفسيلة في التربة ظهور الجذور والبراعم على الفسيلة قطع الفسيلة إذن نتقل صفحة مولية إذن هذه هي هذه صفحة 46 إذن هنا يفضل صفحة هذه خصنا نكتبه غرس الفسيلة في التربة هنا هي غرس الفسيلة في التربة غرس الفسيلة في التربة غرس الفسيلة في التربة هنا قطع الفسيلة قطع الفسيلة وهنا يا عنا ظهور الجذور والبراعم نعم ظهور الجذور والبراعم نعم 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 ظهور الجذور والبراعم إذن السؤال أبا استنتج أنه لتكاتر شجرة الزيتون يتبع الفلاح ماذا تسمى هذه الطريقة؟ طريقة الإفتسال نعم، الإفتسال هذه هي طريقة الإفتسال نقطع الفاسيلة من نبت الأم من الشجرة الأم من بعد نزرعها في الطلبة ومن ثم نسمى الضهر البراعيم و الضهر البراعيم و الجذور هذا يقبل الأم التعلمات الجديدة ما نعلمنا اليوم؟ يمكن لنباتات البطاطس أن يتكاتر عن طريق البودر هذا يعني أن البطاطس لا يوجد بودر لا يوجد بودر ولكن هناك طرق أخرى يمكنه أن يتكاتر عن طريق الدرنة وتعتبر الدرنة البطاطس وهذه جزء جزء نعم جزء تح أرضية نعم جزء تح أرضية إذن هنا ماشي جزء وتعتبر داراناتو البطاطيسي ساقا تح أرضية وتعطي العيون الموجودة على سطحها ساقا وأوراق خضراء وتظهر على أطراف جذورها نعم على أطراف جذورها انتفاخات تنمو لتعطي عدة دارانات جديدة إذن هنا تكلمنا على الطريقة الأولى للتكاثر غير استعمال البودور ده فغل نتكلم عن الطريقة الثانية اللي هي دية الافتسال وتعتبر طريقة الافتسال من أهم الطرق المتبعة في الزراعة للحصول على نباتات جديدة وتعتمد على تقطع جزء إذن هنا ستجي جزء به أوراق من النبات وزرعه في التربة لينمو ويعطي نباتات جديدة وتمكن هذه الطريقة من الحصول على عدة نباتات جديدة انطلاقا من نبات واحد إذن ننطلق إلى رابعان استمر تعلماتي إذن النشاط الأول أكتب صحيح أو خطأ أمام العبارة الصحية العبارة تتحول أوراق البطاطس إلى دارانات خطأ تتحول جذور البطاطس إلى دارانات صحيح صحيح إذن الجذور هي اللي تتخرج لنا الدارانات الجديدة إذن يتحول البرعم إلى ساق خطأ خطأ إذن ننتقل إلى النشاط الثاني تمثل الصورتان شجرة التين ومجموعة من النبتات من الشجرة تين في سهار أذكر اسم الطريقة المتبعة للحصول على هذه النبتة بطبيعة الطريقة الإفتسال غالباً الإفتسال يصلح الأشجار أذكر مراحلها إذن شنوية مراحل الإفتسال؟ قطع قطع نعم قطع قطع جزء قطع قطع أو نسميه الفاسيلة كما جاء في الدرس إذن قطع الفاسيلة غرص الفاسيلة هي كين واحد لمرحلة كندير الفاسيلة في الماء حتى يتنبوت الجذور هذه مرحلة إذن عاد كنغرص الفاسيلة في التربة ثم العناية بها وسقيها ثم ضهور ماذا؟ الجذور والبراعي الجذور والبراعي هذه المراحل التي تمر منها طريقة الإفتسال إذن لبوت يغاج لبوت يغاج إذن قطعنا من هذه الحصة حول تكاثر النباتة واحد تكاثر النباتة